بسم الله الرحمن الرحيم شباب الصبايا أصعد الله أوقاتكم جميعا يعني اليوم في لقائنا اللي وعدناكم فيه اللي هي بعدما نخلص كل مجموعة الدروس أو كل درس لم يكون زخم زي الدرس الأولاني بالتفاضل مشتقة اقترانات خاصة للأمانة الزخمة نحتاج مراجع أهدافه عالية هلا إحنا المعلمين ننقسم لنعين في بعضهم بجزء إلى أجزاء لا أنا أعطته كامل حتى تستطيع أنا من النوع الثاني اللي أعطي كامل حتى تستطيع حل جميع أسئلة الكتابين وزي ما أنا عودتك نزلت لك حلول أسئلة الكتابين بي دي اف وفيديو كبان اليوم نعمل حلقتين حلقة نجمع الأفكار كاملة وحلقة ننزل لك ورقة عمل أصيبك يومين بحلها بعدين ننزل لك حلولها ونشوف حالنا بعد ذلك بعون الله تعالى بنعمل امتحال للدرس الأول وكذلك الدرس الثاني نعمل نفس الاستراتيجية حتى نكون الأقوى والأفضل بعون الله تعالى وربنا هيك فرحنا فيكم زي ما فرحنا باللي قابلكم بعون الله يلا بسم الله بخايا الدرس الأول للعلمي والصناعي الدرس الأول اسمه مشتقد اقترانات خاصة فيه تقريبا سبع أهداف خلينا نشوف أول هدف كان نظرية الاتصال والاشتقاط نتذكرها تماما أنا اليوم بس بدي أسترد كل شيء ونحط الملاحظات المخفية ونركزها ونصلت الضوء عليها جحكي للنظرية إذا كان FX قابل للاشتقاق إذا كان قابل للاشتقاق حتما وحسما فإن FX سيكون متصل عند X يساوي A قابل للاشتقاق متصل إذا كان قابل للاشتقاق متصل بينما إذا كان FX غير متصل مقطوع أو بحلقة مفتوحة هذا غير متصل فحتما وحسما فإن FX هو غير قابل للاشتقاق عندها إيه وحكينا يا جماعة اللي بدوا تعليل أو حدة فلسفة عليك قال لك ليش تحكي له بكل بساطة قابل للاشتقاق يعني أستطيع رسل مماس ولهذا المماس ميل بس لما يكون هذا غير متصل كيف درسه المماس فلا أستطيع رسل المماس ممتاز قابل للاشتقاق متصل إذا كان غير متصل غير قابل بينما إذا كان متصل يحتمل احتمالين يعني قد يكون وقد لا يكون إذن قد يكون قابل للاشتقاق و عنده إيه طبعا وقد لا يكون قابل للاشتقاق إذن حتى أنا والله عجبني بعض الطلاب قالوا لي أستاذ التعبير اللي حكيت لنا ثبت بعقلنا كثير والتعبير مش صنعي والله أخذنا وإحنا طلاب كمان أخذنا دايما كان يشبهونا الاتصال هو التوجيهي والاشتقاق هو الجامعة فإذا أنا كنت مخريج جامعة أكيد أنا كان ناجح توجيهي بس إذا أنا غير ناجح توجيهي أكيد ما رح أن أذهب أبعرف يمكن أتخرج ويمكن ما أتخرجيش يقول الله عجبهم هالكلام فخلينا دائما الاتصال هو التوجيه والإشقاق هو الجامعة فالناجح توجيه يمكن ويمكن أما اللي اتخرج جامعة أكيد حقق كل المجرأة اللي قابله قابل للإشقاق متصل أما متصل يمكن غير متصل غير قابل خلصناها طيب تعال فقربي هاي سنويا ما جيب ليها الدائرة الأولى أول دائرة بالوزارة على جيل 2006 جبنا إياها أخواننا شو حكالي إنه من الرسم التالي أعطيني هو وين غير قابل للإشقاق كتابنا يتحدث عن ثلاثة مواضع وأنا وياك اتفقنا على موضع مني ومنك اسم الرابع اللي هو غير قابل للإشقاق عند عدم الاتصال حكينا عدم اتصال كل القفزات والانقطاعات غير قابل للإشقاق عند حكينا كمان المدبب الرؤوس المدببة لكتابنا الجديد يسميه التغير المفاجئ التغير المفاجئ قديما كنا نسميه الرؤوس المدببة المدببة طيب كمان غير قابل للإشقاق المماث الرأسي هلا لا رح أوضح لك يام كلهم الاس وراح نزيد عليك الأطراف إذن غير قابل للإشقاق أربع مواضع اللي هم عندك عدم الاتصال عدم الاتصال أنا وياك يعني متفقيل عليه ممكن يكون انقطاع هيك انقطاع بالرسم سواء حلقة مفتوحة ولا هاي أو اثنتين مفتوحات هذا عدم اتصال أو رحل المالة نهاية هذا أيضا عدم اتصال أو مشبوك لكن بنقطة غير معرفة هذا عدم اتصال أما هاي ما تضحك عليه الكتاب بيحاول تضحك عليه كل فترة في هذا السؤال لا هذا متصال عدم الاتصال واحدة ثانتين ثلاثة أربعة أربعة شكالة التغير المفاجئ الرؤوس المدببة كان متزايد صار متناقص كان متناقص صار متزايد كان مقعر لأعلى أصبح ثابت كان مقعر لأعلى ثم أصبح خط وهكذا هذا اسمه تغير مفاجئة أو كنا نسميه رؤوس مدببة أو إذا كان متزايد بعدين صار متزايد مصير نعم هذا تعليله التعليل الهندسي الهندسي استنطيع رسم أكثر من م determina صلع واحد 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 وهكذا التعليل الجبري مشتقته من اليمين لا تسوا يعني هذا لو كان إكس وهذا سالب إكس فإن أو العكس هذا إكس وهذا سالب إكس فإن واحد منهم مشتقتها واحد واحد هذا اللي هيك سالب إكس نعم وهذا موجب إكس واحد مشتقته واحد سالب واحد غير قابل للاشتقاق. اذا المدبب اللي تغيره مفاجئ دائماً غير قابل للاشتقاق. المماص الرأسي حكينا اللي بيعمل مماص عامودي هيا كي 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 كي. هذا بصنا مع محور اكس. دائماً زاوية تسعين. لذلك هذا غير قابل للاشتقاق. وبيجي. اتفقنا انا وياك. بيجي دائماً على شكل اللي تولد من الجدر الثالث للأكس فكرته. لأنه الجدر الثالث للأكس مشتقته. واحد على ثلاثة مربع الأكس. فهو أصفر مقام. فدائماً اللي بتكون على شكل الاس هاي. لأنه هيك رسمة الجدر الثالث. وهيك بيجي. وهيك. هذا بيسمع مماص رأسي. بيكون غير قابل للاشتقاق. وآخر اشي. انا وياك نتكلم عن الاطراف. الاطراف. هذا ليس طرف. بينما إذا بدأ دائرة مغلقة ومفتوحة. هذا طرف غير قابل. السبب. إله مشتقة من الجهة. بس ما إله مشتقة. لأنه هنا فيش اشي. هذا طرف. ما في اشي كمان. هذا يعتبر طرف. انت ابعد عن الاسهم. أول الرسمة. وآخر الرسمة. إذا عليها اسهم. ما في اطراف. أما إذا عليها دوار اولا شيء. هذا يعتبر اطراف. تمام. هذا اول هدف للدرس سبعنا. ثم جمعت لك المشتقات في جدول. سميت مشتقة اقترانات خاصة. احنا مر علينا ستة سبعة ثمانية. طيب شوم مشتقة الـ EX. الـ EX طول عمرها مشتقته نفسه 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 في مشتقة القس. دايما الـ EX نفسه انسخه نفسه في مشتقة القس. لو كان اي قوى X سيكوير. اي قوى X سيكوير ضرب اتنين X. اللن مشتقة ما داخل اللن على ما داخل اللن. اللن دايما بشطب كلمة لن زي الجدر مشتقة ما داخله على ما داخله بس بدون اتنين. اذا مشتقة ما داخل اللن على ما داخله متفقين انا وياك. الاي واللن لو سمحت لا تشطق. بسط ابحث عن تبسيط ثم اشطق. دايما كلمة السر في الاي واللن. ابحث عن تبسيط قبل الاشتقاق وراح اورجي تيها. الصين والكوسين اتفقنا كل حرف سي يبدأ بسالب. سي سالب. سي سالب. فالصين مشتقته كوسين. والكوسين مشتقته سالب صين. اما التان عبارة عن سي كان تربيع الاكس. في الدرس الثاني اثبتنا اروياك عن طريق قاعدة القسمة. اما الكوتان سالب كوسين تربيع الاكس. وهذا يولد نفسه. السي كانت. سي كانت اكس. في تان اكس. يساوي. شو يساوي؟ ما صوي بالك. والكوسي كانت سالب كوسي كانت اكس. في كوتان اكس. يساوي. السي كانت والكوسي كانت يقرر نفسه. سي كانت سي كانت. كوسي كانت كوسي كانت. فاذا كان بالوزارة كاتب لي واي واي. احيانا بالخيارات ما بتلاقيه. بكون شال السي كانت. وحطها واي. اذا بطلع معاي واي. تان ال اكس. وهذا سالب واي. كوتان ال اكس. تفاهم شو بحكي؟ السي كانت بكون مسميليها واي. وعند الاشتقاط. انا وياكم نعرف. انه هو سي كانت في تان. بس بدور على سي كانت في تان. سيد مش لاي. بكون شائل السي كان. وحط بدلها ال واي. لا لا. طهيب. الان التبسيطات. رح اقسم التبسيطات الى نوعين. تبسيط لل اي واللين. لحال. وتبسيط للصان والكوسان والتان والكوتان. وتفادقات. طيب. اينما اجد اي قوال حتما وحسما يلغيان بعضهم البعض. تفاهم اكس. ال اي بشيل اللين. بس الله يرضى عنك. يرضى عنك. لازم ما يكونش في معامل. اذا في معامل. ما بروحه. بمسك ال اي وبرفع على فوق. بصير اي. لن. اكس. ال اي. هسا بروحه مع بعض. بصير اكس ال اي. اذا حتى ال اي تشيل اللن. مش ضرب يقص. لازم فيش معامل. او في معامل. حتى لو سالب برفعه للأعلى. تعال اوارجيك واحدة. تعال. هاي. هاي والله بظلني خربط الطلاب فيها. انا بالكوزات والامتحانات. رح اوارجيك امتحان الكتروني حلو. حكيت لك من هدوله. هلأ معظم الطلاب بقول لي هذا يساوي سالب ثلاثة. غلط. 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 اولا هذا ما بروحه. بدك تمسك السالب. ترفع للأس. شو بتصفي معاي. بتصفي معاي. طيب. هاي حكينا ال اي عشان تروح. حكينا هذا بصير عندي اي. لن. ثلاث. قوة سالب واحد. ال اي واللن بروحه. بصير عندي ثلاث قوة سالب واحد. يعني تلت. كمان. هدول ما بروحه. بس بمسك الاتنين. انا برفعها. بصير اي. لن. اربعة. تربية. بتكلم عن ستاش. بعد ما يروح مع بعض. اذا الاي واللن بروح بس بدون معاملات. اذا في معاملات. نفع. كمان. طيب. في عندي خاصية من خصائص الاي. قص القص. قص القص دائما بنضربه مع بعض. اي. اي. بي. واكثر استفادة الها للتحليل. وتستخدم كثير للتحليل. شو يعني؟ يعني. اذا يوم من الايام لقيت اتنين اكس. هذا اصله. اي. اكس. كله. تربيع. اذا يوم من الايام. اي. ثلاثة اكس. هذا اصله. اي. اكس. كله. تكعي. تمام. تمام. طيب. يعني زي هذا السؤال. استاذ هذا بنحل عدر ستان قسمة. صح. بس فيش داع. دايما انبسط على حالة. انا دايما بيقول كلمة اللي ببسط انبسط. طلب الله. هذا طلب الله. هاي احلى سليوشن. ما بدي اشتق. بدي احلل. افل اكس. تسابل. هاي اصلها 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 اصلها. اي. اكس. كلها. تربيع. ناقص اربعة. يعني اي اكس حللها ناقص اثنين. هاي كانها واي تربيع ناقص اربعة. واي ناقص اثنين. واي زائد اثنين. تمام. اذا. انا هاي الاثنين اكس. عبارة عن اي اكس. كلها سيكوير. ناقص اثنين زائد اثنين. على. اي. اكس. ناقص اثنين. صارت سهلة. صارت مي. هس اشتق لي اياها. في معي مجال فول. اشتق لي اياها. اف براين. الاكس. يساوي. مش تقت الاي اكس. الاثنين بتروح. وطلع اي اكس. هس عوض لي. اف براين. لن. الكم بده. لن. الثلاث. يعني. اي. لن. الثلاث. يساوي ثلاث. اذا. خاصية الاس. الاس. بنضربه. بقدر ارجحها. فاي ثلاثة اكس. يعني. اي اكس. كله. تكعيب. وبعمل تحليل تكعيبه. هنا. تربيع تحليل. تربيع. حلو. كمل معاي. اس. الاس. بينضربه مع بعض. بصير. اي. ان. زائد. ام. والقص. بنتروحه. اي. ان. ناقص. ام. رهيب. وكذلك. احنا. عندي القص. بينزل. باسم اللن. اي. لن. اي. وهي الان. هاي الان. صح ولا لا. بس بغرق شوي. هاي. اه. اذا. هون. عندي القص. بقدر. انا ازل لك. ايه. بصير. ان. لن. اي. اسم الشرط. القص. يكون. على الداخل. مجازيا. انا نسميها زاوية. فلو كان اللن. اي. كل اس. ان. هذا. لا. يبصر. لا. يبصر. اما. اذا كان. على الداخل. اب. انزل. وان. الضرب. يتحول. الى جمع. لن. اي. زائد. لن. البي. ويجب. ان. يكون. الضرب. من. الداخل. ما. يجي. بني. ادم. يقول. ساد. لن. اي. ضرب. لن. بي. يساوي. الجمع. هذا. لا. يبصر. لازم. يضرب. من. الداخل. لازم. الاس. من. الداخل. تمام. كذلك. كذلك. القسمة. يجب. ان. تكون. من. الداخل. بصير. معاي. لن. اي. ناقص. لن. بي. شوف. هذا. سؤال. يخوانا. هذا. 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 يعني. عندنا. الطلاب. صورت. عاملهم. كثير. اسئلة. زي. هاي. جد. المشتقة. اللي. راح. يعمل. لي. اياه. مشتقة. قسم. وضرب. والله. راح. نص. ساعة. منه. عالف. يعني. كثير. مرح. وقت. الاحسن. بقول. المصلح. نبدأ. نبص. اف. الاكس. قبل. الاشتقاق. القسمة. يتحول. الى طرح. اف. الاكس. تساوي. لن. ناقص. لن. البص. لحال. اكس. التربيع. زائد. واحد. قوة. ثل. اللي. جدر. ثالث. على اكس. التكعيب. ناقص. واحد. كله. تمانية. اللين. بنزل الاسس. اف. الاكس. تساوي. واحد على ثلاث. لن. اكس التربيع. زائد واحد. ناقص. ثمانية. لن. اكس التكعيب. ناقص. واحد. شوف ما اجمل الموضوع. تحول من موضوع معقد قسمة وجذور. الى موضوع كثير بسيط. الان يلا نشتق انا وياك. اف. برايم الاكس. تساوي. كالعاد المعامل العددي. ما النا فيه. اشتق لي. اثنين اكس. على اكس سكوير. زائد واحد. ناقص ثمانية. اشتق لي. ثلاثة اكس التربيع. على اكس التكعيب. ناقص واحد. مرص. ادي فيه اختصارات فيه. ما فيه. بس اضرب. نين اكس. على ثلاثة اكس تكعيب. زائد ثلاثة. ناقص. هاي اربع وعشرين. اكس التربيع. على اكس التكعيب. ناقص واحد. ليكون مبدأك دائما. في الاي والل. بصت قبل ان تشترك. ما توقع بالجورة. وبعد ان تقول. طلعوني. لا. بصتوا السؤال ثم اشترك. بينما. بينما. طبعا. قبل مروحلة. بينما. في عندي تنبيهات. يا الله ما اخبثها. يا الله ما اخبثها اول وحده. شو يا استاذ تعالى ورجو. لن ايه على بي. حيث ايه اقل من بي. وكلهما موجب. اكيد لازم يكون موجب. لانه احنا دائما من مجالنا موجب. فسيكون القيمة دائما سالبة. مثلا. لن النص. سالبة. لن الخمسة على سبعة. سالبة. اذا كان البست اقل من مقام موجب. سالبة. لن عشرين على اربعمية. سالبة. شو بدك فيها الحكي. احكي لك شو بدك فيها الحكي. طلع بدمحة هذا. احنا العام الماضي. اخواننا العام الماضي. جبت لطلاب امتحان. واخلب الطلاب. سواء طلابي او طلاب المملكة. بعتولي استاذ. الدائرة الاولى كأنه عندك فيها غلط. بقول له لا. انت فهم موضو غلط. حكيت له جدل السرعة القياسية. جدل السرعة القياسية. بعد شو راح اراجع لك ياه. السرعة القياسية بتعرف انه دائما هي موجب. وطلع الجواب بي. ايك عدد. انا وياك عوضناه. طلع معاي لن النص. فانا حطل له خيار لن النص. فالامتحان الالكتروني قال له غلط. فب نصر طلعت نص. ما هو يا عمي. السرعة القياسية ممنوع سالب. هذا سالب. شو بتسوي. حطل له مطلق. طيب. يعني مطلق. القسم طرح. بصير لن الواحد. ماقص لن الاثنين. لن الواحد صفر. ومطلق بشيه دل السالب. هنا بطلع جواب لن الاثنين. حيكون باء لن الاثنين. طيب بالك. والله خدعة. ملعونة شطان. اذا كان البسط اقل من المقام. انت بالحضرة السالبة. واذا كان الجواب لازم موجب. مساحة مثلب. اه سرعة قياسية. يجب ان تأخذ المطلق. تأخذ لن البسط. ماقص لن المقام. وبتركب المطلق. اتفقنا. اذا كان اي موجب. وبي موجب. وكان اي اقل من بي. فدائما الجواب سالب. خليليا ما تنسى لو سمح. اخدعك فيه كمان مرة. بالتزايد والتنافس. طيب. عا كل حال. في عندي هاي. هاي. بقولوا لي الطلاب بساوي. يعني زي هيك. ما. ما بسا هاي. هاي عشان بسطها. طالع شو لازم نساوي. ما بتروح الاي معلن. بوز بصير لن الاي. زائد لن اي جي اكس. هلا بروح مع بعض. بصير معاي لن الاي زائد جي اكس. هيك صح. من الاخطاء الشائعة هاي. استاذ انا نزلت القس. استاذ انت دمرت الدنيا. ليش? ما بصير تنزل القس هاي. اول شي بتوزع. طبعا هاي غلط. بتوزع. بصير لن الخمسة. زائد لن اكس اربعة. هاسه بتنزل القس. تساوي لن الخمسة. زائد اربعة لن اكس. تدير بالاقل. هادول التنبيهات. تكتب بماء من ذهب. بالله عليك. هادو نركز عليهم. هادول اخطاء. يعني شائعة. ولاحقة. رح تكون معانا. تمام. اما تبسيطات. زي ما حكينا المثلتي. يتم تبسيط الصين والكوسين والتان والكوتان. عن طريق. المتفابقات. اذكره. حتى ذكرك. ذكر. فان ذكرة تنفع المؤمنين. طلع يا ابني وبنيتي. متطابقات تساوي واحد. ساين. تربيع. كوساين. تربيع. بساوي واحد. شروطنا الدائمة والمعتادة. يجب ان يكون نفس الزاوية. وجد ان تكون الاشارة موجبة. اذا يجب تلك ساين تربيع. زوايا مختلفة. انسى الواحد. اثنين. سيكن تربيع. ناقص. تان. تربيع. ايضا يساوي واحد. والشروط المعتادة ايضا. يجب ان تكون الاشارة سالبة. ويجب ان يكون. اكس. ويجب ان يكون ايضا. الزاوية. اكس. تاز. واذا قلبه. بصير سالب واحد. اما هون اذا قلب. بتضلط طول عمرها واحد. عادي جدا. طيب كمان. ثلاث. اذا اعطاني. كوسيكن. تربيع. واعطاني. كوتان. تربيع. وهون ايضا. 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 تساوي واحد. بشروطنا الدائمة والمعتادة. لازم تكون نفس الزاوية. والاشارة الطرح. واذا قلبه. حيكون الجواب سالب واحد. جميل. زي ايش. زي. يحكي لي. اف الاكس. تساوي. تان تربيع. ناقص. تان تربيع اكس. ناقص. سيكن تربيع اكس. الكل على. سيكن. اكس. يجي الطالب يقول لي. والله تغلبت في هذا السؤال يا سيد. لانه سؤال دائرة. وقعدت عليه يمكن ثلاث اربع دقائق. بقول لي يا ابني. انت الاستعجل. ساين. كوساين. لن. اي. بصت. بصت قبل ان تورط. طلع. 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 بالله عليك. هذا عبارة عن تان تربيع. ناقص. هاي. نفسها بس بالمقلوب. يعني هاي عبارة عن سالب واحد على. السيكن. والسالب واحد على السيكن. اللي هي سالب كوساين اكس. طلع. من اشي ضخم لا اشي تافه. لو جيت اشتقه. في برايم الاكس. تساوي. واشتقت الكوساين سالب مع السالب. اذا ساين اكس. اذا حصتنا اليوم انا ما عم بشرح. انت حاضر معي الدرس كامل. وعيد الفيديوهات اكتر مرة. انا بحصته اليوم بحاول اجمع لك كل الافكار بفيديو واحد. احنا الدرس الاول بشوف ثمن فيديو او تسعة. جمعت لك الفيديو واحد. عشان جمع. عشان تعرف انا كطالب كيف براجع الدرس. ويفترض منك انت بعد ما تنهي الدرس. تعمل ورقة اسمها مراجعة الدرس كامل. طيب كمل معي. ضعف الزاوية. ضعف الزاوية يا طويل العمر. عندي اول واحدة. صاين اثنين اكس. الصاين اثنين اكس دائما دائما تبدأ باثنين. وهذه لن تتغير بتغير الاجواء الخارجي. تغيرش. اثنين زي ما هي. تعطين اثنين. صاين. كو صاين. بس اقسم الزاوية على اثنين. اكس. اكس. فمستدي لو كانت. صاين. اربعة اكس. اللي اثنين ما هي تغير. صاين. كو صاين. اقسم زاوية على اثنين. اقسم زاوية على اثنين. هاي واحدة. الثانية. دعنا سمي واحد. واحد. الثانية. كو صاين. اثنين اكس. طبعا هي شكل واحد لكن بتطور. الشكل الاساسي هذا. كو صاين. تربيع الاكس. ناقص صاين. تربيع الاكس. الكو صاين اثنين اكس. كو صاين تربيع ناقص صاين تربيع. هذا الشكل الاوحد. بسا في شكلين تانيات. متطورات. شو يعني؟ يعني شيل الكو صاين تربيع هيا هيا. الكو صاين تربيع شو بقدر احط بدلها واحد ناقص صاين تربيع. شيل الكو صاين تربيع حطوا واحد ناقص صاين تربيع مع واحد مع ناقص صاين تربيع بصير واحد ناقص اثنين صاين تربيع وكذلك اثنين كو صاين تربيع اكس ناقص واحد. أستاذ مين أختار؟ يعني حكينا من أحدى الدلائل حسب طبيعة المقام يعني حسب هاي رحم حيا هون إذا يوم الأيام قل لي F X تساوي cos 2 X على cos X ناقص sin X وقل لي اشتق بيجي واحد بيقول لي قسمة مقام صح بس فيش داعي طلع محلاها بالله يعليك طلع عليك هاي أنا بقدر أبسط والمصلح أول ما شافني كتبت F X بعرف أني ما عم بشتق عم ببسط تساوي هذا يساوي cos تربيع X ناقص sin تربيع X على cos X ناقص sin X حلل F X تساوي تحليله cos ناقص sin X في cos زائد sin X على cos X ناقص sin X يعني طلع التحول من سؤال القسمة ما فيش قسمة تعال اشتق F' X تساوي cos سالب sin X زائد cos X كتير أسهل وهذا مفيد للدرس الرابع ليش يساوي؟ الدرس الرابع رح يمر علي أسألة اثبت أن المشتقة تساوي كده اللي خلها قسمة والله بتغلب بتغلب غلبة طويلة لكن اللي ببسط بينبسط ممتاز أيضا يعني واحد من الدلالات طبيعة المقام بتساعدني كتير مش شوي طيب خليني أرجع كمان إلى متطابقات رقم ثلاث يفترض أنت الآن بتسمع قبلي كمان مش يعني معاي في عندي متطابقة أولا ساين X زائد Y كو ساين X زائد Y كله عليه أمثل بورقة العمل اللي وراه الفيديو تان X زائد Y حكينا مما لا شك فيه أنه الساين بيعطيني نفس الإشارة نفس بينما الكو ساين بيعكس الإشارة عكس والله كثير بعجبنا الطالب بقول لي أنا حفظت المطابقة من كتر ما حكيت ملاحظات فيه طلاب بقول لي أنا متغلب مطابقات بس يا جماعة إذا بتسمع كلامي على الملاحظات الحيثية والله بتحفظ المطابقة الساين بيعطيك نفس الإشارة الكو ساين بيعكس الساين بيعطيك نفس الإشارة بس بيخربش الترتيب بصير عندي ساين الأول كو ساين الثاني العت كو ساين الأول ساين الثاني وإذا كانت الإشارة سالب تبقى كما هي سالب الساين بحافظ على الإشارة بعكس الترتيب بينما الكو ساين بيعكس الإشارة بس بحافظ على الترتيب كو ساين X كو ساين Y ساين X ساين Y وإذا كانت الإشارة طرح تصبح جمع طب التان التان يعني قولا واحدا التان عبر عن ساين على كو ساين يعني نفس على عكس نفس على عكس يعني موجب موجب سالب وبيحافظ على جنسه تان الأول تان الثاني على واحد ناقص تان X تان Y جميل أما تقليص القوة يعني قليل أستخدمها الفصل الأول الفصل الثاني استخدامها هائل فصل الأول قليل طب ليش دك تعطينيها لأنه فيه لها عملية عكسية باور جيكيا هلا هسا سرح نقول عملية عكسية تقليص القوة تحويل من تربيع إلى ما فيش تربيع ساين تربيع الأكس عبارة عن واحد ناقص كو ساين اثنين X كله على اثنين حولتلك التربيع لما فيش تربيع كذلك الكو ساين تربيع الأكس تساوي واحد زائد كو ساين اثنين X على اثنين إذن واحدة طرف واحدة يا جماعة أما التان يعني أتخيل أنت من غير ما تخليني أنا أحكي هتعرف لأنه قسمة الصين على كو ساين اقسم هاي على هاي بتروح لاثنين على اثنين واحد ناقص كو ساين اثنين X على واحد زائد كو ساين اثنين X هاي المطبقات اللي بدنيها بس الآن عندي استنتاجات والاستنتاجات لسه أقوى المطبقات صحابي لا طبقنا عليها كثير أنا وياك تعال في عندي استنتاج جميل جدا 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 وإلو كثير استخدامات ساين زائد كو ساين لكل تربيع هذا باعطيني واحد نفس الإشارة سواء زائد أو ناقص ساين اثنين X من وين هاي استاذي فيك التربيع مربع الأول زائد إذا زائد وناقص إذا ناقص اثنين الأول في الثاني زائد مربع الثاني كو ساين تربيع وصاين تربيع واحد أما هاي تبع الضعف الزاوية ساين اثنين X إذن إذا جاب اليوم الأيام ساين زائد كو ساين كله تربيع بقدر أكتب لك ياه واحد زائد أو ناقص كو ساين الإشارة زي ما هي طب هاي والله هاي فخمة وجيبتها للطلاب برضو بامتحان هاي حلم طلع تحليله بالله هاي عبارة عن كو ساين تربيع الـ X ناقص ساين تربيع الـ X في كو ساين تربيع الـ X زائد ساين تربيع الـ X هاي واحد وهاي كو ساين اثنين X مش كو ساين تربيع ناقص ساين تربيع كو ساين اثنين X او اذا هاي الضخمة عبارة عن كوسين اثنين اكس طيب هاي من تقليص القوة ارجع 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 الواحد ناقص كوسين ضرب التبادلي ضرب التبادلي بعطيني اثنين سين تربيع دائما الزاوية على اثنين يعني لما يقول لي واحد ناقص كوسين اربع اكس مقدر اكتبها اثنين سين تربيع الزاوية على اثنين اثنين اكس بينما الواحد زائد برضو من تقليص القوة بعطيني اثنين كوسين تربيع الزاوية على اثنين تمام اخواننا مفيدين جدا 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 بورجيك عليهم امثلة طبعا طيب شوف اللي هاي هاي مرة كتبنا انا وياك علاقة الكوسين تربيع مع سين تربيع طلع عليهم هون اذا كانوا نفس الاشارة هون اذا كانوا عكس الاشارة يعني طلب الله اذا كان كلاهما موجب موجب الجواب واحد إذا كان كلاهما سالب سالب الجواب واحد ما عرف ما عرف ما سالب واحد أصول بالك عليه إذا كان نفس الإشارة احفظني أن الجواب واحد إذا كانوا عكس الإشارة موجب سالب أو سالب موجب الجواب cos 2x وليس واحد إذن هذه cos 2 cos 2x وهذه cos 2x ودائماً خليني أحصل على الإشارة من معامل الكوسين موجب موجب الكوسين سالب سالب كوسين سالب سالب كوسين موجب موجب يا سلام والله عمرك ما تنسى إن شاء الله تعالى إذا كان لهم نفس الإشارة واحد إذا كانوا مختلفين بالإشارة كوسين 2x وأحصل على الإشارة من معامل الكوسين طيب رحنا لمعشوق الطلاب اللي هي الفيزياء كتير سهل الفيزيائي دائماً هذا الموقع وهاي السرعة المتجهة وهذا التسارع رهيب إذا باشتق الموقع بعطيني السرعة المتجهة وإذا باشتق السرعة المتجهة بعطيني التسارع وإذا باشتق الموقع مرتين بوصل إلى التسارع رهيب دائماً هاي اللي حكيتها قبل شوية لما يقول لي السرعة القياسية لازم يكون الجواب موجب لانه السرعة المتجهة ممكن موجب ممكن سالبة. انا بني ادم هنا واقف قدام الكاميرا ونويت اروح هيك هيك يعني موجب. طب ارجع بس اعاكس بصيب سالب. اذا متي موجب وسالب لتحديد الاتجاه. بينما السرعة القياسية انا بهمنيش انك رايح مين وليسار كم سرعتك. اذا هاي موجب. اذا هاي قد تكون موجب قد تكون سالبة. اينما وردت كلمة سرعة في الكتاب كاتب لي ملاحظة على على الجوانب الهوامش. اينما ترد كلمة سرعة تعني السرعة المتجهة. فدائما ما يقول لجد السرعة يعني جد السرعة المتجهة. طيب كمل معي. السرعة المتجهة زي ما حكيت هسا اما موجبة واما سالبة. موجبة يعني يتحرك بالاتجاه الموجب. او بنحكي مع اتجاه بداية الحركة. يعني نويت تمشي على اليمين. اذا حركة اليمين الموجب. واذا بلشت ترجع. بسموه. بتحرك بالاتجاه السالب. او بسموه عكس اتجاه الحركة. اذا مع اتجاه الحركة موجبه. عكس اتجاه الحركة دائما سالب. فاي سؤال. اي سؤال بقول لك في اي اتجاه يعني هيك. اكتب لك ايها كمان عشان تكون مراجعة كتير قوية. اي سؤال. يرد. باي. اتجاه. يتحرك الجسم. على السريع بتروح بتعوض لي. في الزمن الباطنية. انطلع موجب. بقول له في اتجاه الموجب. وانطلع سالب. في الاتجاه السالب. يعني مع الحركة او عكس الحركة. متى يعود الجسم للموقع الابتدائي. روح حددوا للموقع الابتدائي. بتعوض السالصفر. والجواب هذا بتسوي لي هي الستي. ودائما نرفض الزمن صفر. ليه? ما اقول انا رحت وارجعت بصفرة ثانية. مستحيل. فدائما متى يعود الجسم للسرعة الابتدائية. طلع. حكالي مثلا. اس تي. تساوي تي تربية. ناقص اتنين تي. زائد واحد. متى يعود للموقع الابتدائي? طلع شو بتسوي? اول اشي بتطلع لي اس الصفر. صفر صفر واحد. كمل جواب واحد. بتساوي المعادل الرئيسي بواحد. تي سكوير. ناقص اتنين تي. زائد واحد. بساوي واحد. بتطلع. تي عام المشترك. صر تي ناقص اتنين. اذا تي تساوي صفر مرفوضة. او بعد ثانيتين يعود. حتى في سؤال في الكتاب. لاحقا. في الدرس الثالث. بطلع معاي معادلة مميزها سالب. معناته لا يحلل. شو يعني? يعني لا يعود الجسم. اذا تطلع معي معادلة تربعية ما بتتحلل. معناته الجسم لا يعود للموقع الابتدائي اطلاق. طول عمره ماشي دغري خلص. جميل. طيب كمان ماشي معاي. اذا كان السؤال اثبت ان الجسم يغير اتجاه او لا يغير اتجاه. انا بني ادم ماشي. لقيت اشارة. بعدين فتحت. طلت لي ماشي ما غيرتها. بينما انا ماشي. لقيت اشعات طل علي او اشي بخوف. لفيت بسرعة ورجعت. اه غيرت اتجاهي. طيب كم بدي اثبت? بدي اثبت ان اغير اتجاهي دراسة السلوك او اشارة الفي. يعني انا بدي ادرس اشارة الفي. طلع طلع بالله. هنا ببدأ من الصفر دائمان الزمن. الى المال النهاية. باخد الزمن تي. اذا كان موجب. تحول الى سالب. معناته كان مع اتجاه الموجب. توقف الجسم. سالب لف ورجع. لا يغير اتجاهه. اه. حطيت هنا من صفر الى مال النهاية. وهي تي. حطيت موجب. وفي اشي اعاقني. اوقفت. لما راح المعيق. كملت. اذا انا هنا مع الحركة. توقفت. وكملت مع الحركة. اذا انا فيه عندي سؤال قديم سنة الالفين والثلاث. انا ما كنتوش مولودين. بحكي لي اثبت ان الجسم لم يغير الاتجاه وانا حاله بلدوسيهم. لم يغير الاتجاه يعني تحول من موجب الى موجب. لم يغير الاشارة. وفيه سؤال بالالفين تسعتاش اثبت ان الجسم عادة او غير اتجاهه. يتحول من موجب الى تطبيقات الهندسية وما أدراك ما التطبيقات الهندسية كلام ضخن اسمه صعب والله ما هو صعب وصراحة أسلوبي وأسلوبك رائع جدا نحن نأخذ من الدرس الأول الهندسي منعيده بالثاني منعيده بالثالث منعيده بالرابع أعطت لحالة مهلة كبيرة ظن نعيد فيه بينما يعني لو خليته للآخر بصير كأني مرة واحدة درسته بصير في مجازة فنطالفهم أم لا أما هو أنا نكرره مرة اثنين والثلاث لأنه مع كل درس حيجع لأمثلة يلا نتذكر معادلة المماس معادلة أي خط مستقيم هاي معادلة أي خط مستقيم في الدنيا لكن هالمرة بدأ خصصها لمين للمماس واي المجهولة ناقص واي وان ميل المماس اكس ناقص اكس وان حيث اكس وواي ما تلعب فيهم هذولا مجاهيل بدي ثلاثة عناصر بدي اكس وان وغالبا أنا أبعطيك إياه إذا ما أعطيك إياه حاطيك مفتاح تطلع منها اكس وان بدي اكس وان بدي واي وان بدي الميل الواي وان اللي هي صورة اكس وان يعني نعوّب قبل الاشتقاق بتعوّد قبل الاشتقاق بينما الميل بتعوّد بعد الاشتقاق والميل له ثلاثة أشكال إما بجيبه من المشتقا أو بجيبه من دلتا واي على دلتا اكس أو بجيبه من تان الزاوية بس لازم تكون بالاتجاه الموجب والثيتا بين الصفر والباي يعني خليني شوي هوانا رو سمحت طيب خليني ميل عمود ما عشاء محياه والله أرجع لها بعوني الله تعالى طلع بالله طلع بالله إذا يوم من الأيام طب الصد أنا كل واحدة متى طلع واحدة إذا حكالي يوم من الأيام فل-إكس تساوي ساين الإكس زائد كوساين إكس أحطاني اختران وطلب الميل طلب الميل عندما إكس تساوي باي هنا بشتقل أنا باقي اختران فبراين الإكس تساوي كوساين إكس ناقص ساين إكس منها ميل المماث عند إكس تساوي باي تساوي سالب واحد إذن بطلع الميل من المشتقة إذا معي اقتران ممكن لاحقا أعمل لك دائرة أقول لك المماز مرة بثنين ثنين خمسة ثلاث ما أعطاني اقتران تسمي هاي إكس وان وهاي واي وان وهاي إكس تو وهاي واي تو ساعتها ميل المماز تساوي دلتا واي على دلتا إكس أتحدث عن ثلاثة ناقص ثنين خمسة ناقص ثنين ساو واحد على ثلاثة وممكن يحكي لي المماز صنع زاوية ثلاثين درجة بالاتجاه الموجب يعني بيقول لي شاب والله هاي اللي كنت أسأل عنك شو يعني اتجاه الموجب أستاذي إخواني هاي منحنة هذا مماز وهذا الاتجاه الموجب الاتجاه الموجب الاتجاه اليمين من عند الخط عيمينه من عند المماز عيمينه مع محور إكس هذا اسمه الاتجاه ساعتها باقول له الميل تساوي تان الثلاثين ويساوي واحد على جدر الثلاث طب سألوا أعطاني ايه هيك هاي مئة وعشرين بحكينه ما تضحك عليها هاي ما بديها أنا بدي هاي بصير مئة وثمانين ناقص مئة وعشرين تساوي ستين ساعت الميل تساوي تان الستين وتساوي جدر الثلاث أو بخليها مئة وعشرين وبحسب تانها المئة وعشرين بق短 ربع ثاني تانه سالب كده سالب جدر الثلاث وهونا أنا عنديها هاي بصير سالب جدر الثلاث صح وبضربها بسالب اذا بدك تواخذ هاي الزاوية تواخذ سالب تاني الزاوية المئة وعشرين من ربع ثاني سالب مع السالب باقول لك يا لموجب جدر الثلاث وطلع نعم اتفقنا؟ اذا يحسب الميل بترى الطرق اما تان او دلتا واي دلتا اكس او مشتقه وحسب المعطيات اذا اقتران مشتقه واذا زاوية تان واذا نقطتين دلتا واي على دلتا اكس رهيب ارجع للي ما حيثو يلا اللي وراها بحكي لي ميل العامودي ميل العامودي دائما يساوي سالب واحد على ميل المماس بس بدنا متوقف شوي انا وياك شوي صغيرة العامودي يحسب اولا من سالب واحد على ميل المماس يعني مش مشتقه يعني سالب واحد على المشتقه عنده نقطة التماس هاي اول طريقة لميل العامودي بس ايضا ميل العامودي اذا صنع زاوية تساوي تان الزاوية استاذ والله لخمتنا انت لا لا ما لخمتك من الذي صنع الزاوية المماس اذا تان الزاوية ميل المماس الذي صنع الزاوية العامودي اذا تان الزاوية ميل العامودي في سؤال 2019 الحورجيك يا بورقة العامل بجنن عامل لي هين وهذا مماس هذا عامودي وحكا لي هذا العامودي يصنع زاوية ستين درجة بس بديها على اليمين اذا بحكي له انه هاي اللي بديها انا لتجاه الموجة بمئة وعشرين درجة سعيتها الميل تساوي تان المئة وعشرين درجة سالب جدر التلاك اذا من الذي صنع الزاوية المماس اذا ميل المماس العامودي اذا ميل العامودي وايضا ميل العامودي ايضا اذا مر بالنقطتين نساوي دلتا واي على دلتا اكس فاذا يوم الايام قلتلك العامودي مر بهاي النقطة وبهاي النقطة بعمله دلتا واي على دلتا اكس اذا هم مطفقين على الثاني ودلتا واي على دلتا اكس بس مختلفين على المستقى المماس المستقعة عادية. اما العمودي سالب واحد على المستقعة. طيب. اذا طلب معادلة المماس عندها نقطة. دايما قلت لك عندها نقطة شيك. شيك. يمكن تطلع نقطة التماس ويمكن لا. يعني احنا عنا في جيل 2006 وفي الجيل قبل. طلعت معنا النقطة ليست نقطة التماس. صدكة بعرة. بسيطة. بمسك هاي النقطة. وبعوضها. بعوضها بالاقتران. ان طلعت بي. فهي نقطة التماس. ان طلعت ليست بي. طلعت لا تسوي بي. هاي بتكون نقطة خارجية. شي يعني استاذ ما. يعني. انا في عندي مماس. وهي نقطة التماس. بمر بنقطة بعيدة اسمها اي بي. فهي لا تقع على المنحنة. لا تقع على الافل اكس. بعيدة عنه. فانا بعوض زي مثلا اث الاكس. تساوي اكس التربيع. ومعطيني النقطة اثنين خمسة. عوض لاثنين. اثنين تربيع اربع. هل بساوي خمسة? لا. اذا هاي نقطة شو اسمها? خارج على المنحنة. خارجية. شو ما نسوي? هاي هاي. في النقطة الخارجية. اذا لم تكن نقطة التماس خارجية. شو سمينا نويك? سوينا. تعال اذكرت. كان المنحنة هيك. وهاي هيك. وطلعت للأسف نقطة خارجية اسمها اي بي. شو سويت? اولا واحد. فرضنا التماس اكس واي. اللي بدك يا اكس واي واي انا اثنين. بدلنا واي من الاقتران. افل اكس. خليت لك يا كلها اكسات اكس. وكلها اكسات افل اكس. رقم ثلاثة اللي هي الحاسمة. طلعت الميل. ميل المماص. طلعت لك يا من المشتقة. وطلعت لك ياها من دلتا واي على دلتا اكس. باسلوبين. اسلوب الدلتا واي على دلتا اكس. واسلوب المشتقة. وكأنه طلعت ميل المماص عندها. ميل المنحنة عند النقطة. وميل المماص من دلتا واي. واكيد هم متساوين. بتساوين في بعض. وبطلع لك من اكس. وحكينا نتأكد من الحلول. تتذكر? عملية التأكد باسلوبين. مجال. فلو كان الاقتراب مثلا مثلا مثلا. واحد على اكس. هذا مجاله كل ار معدى صفر. اذا سترفض الصفر حتما. اذا النقاط الظاهرة سأتأكد من المجال. اثنين. بتأكد من المساواة. بعوض النقطة هون وهون لازم اقبع بالسويات. بس. ثم بطلع بعد ذلك رابعا معادلة. المماص او المماء. المماصات. ليه قد يكون عندي نقطتين او ثلاثة من السنوات. جب لي ثلاث نقاط بطلع عندي ثلاث مماصات. المماصات. جب لي. حلو. رهيب. هاي نقطة الخارجية. قلت لك انا بسرد بسرد اسرد كل الافكار او ارجيك انا كيف بعد ما فنت المادة انا وصد مهر. بدنا راجحها. هذا الاسلوب اللي انا براجح فيه. لازم كل درس يعمل لهذا المخطط تبعك. مخطط ذهني كامل. الان ظل عليه المفاتيح و ظل عليه مساحة المثلث. وبعد ذلك بننطق لورقة عمل زي ما حكيت له جميلة جدا. ان شاء الله تعاله. شاملة وكاملة. تعال. المفاتيح. شو يعني. مش معطيني اكسات حضرته. اذا لازم يعطيني مفتاح اطلع منها اكس. ما فاتيح. قال لي اقترانين متقاطعين. هذا اقتران. اف. هذا اقتران. جي. تقاطعات هاي النقطة. كيف بسوي? برح بسوي ايف? تساوي جي. قال لي مستقيمين متوازيين. بمشوا بمحاذاة بعضهم البعض. ساعتها ميل الاول يساوي ميل الثاني. يعني مشتقط الاول تساوي مشتقط الثاني. جميل. هاي كلها معطيات لاجاد اكس. قال لي متعامدان. عندي هيك مستقيم. وعندي كمان مستقيم اخر. عامد وعمل معها زاوي تسعين درجة. فبكون عندي ساعتها ميل الاول ضرب ميل الثاني. ساوي سالب واحد. فاخواننا مرة قال لي اثبت ان المستقيمين متعامدين. طلع ميل الاول. اشتقطه. بطلع ميل الثاني. اشتقطه. بضربهم ببعض. لازم يكون جواب سالب واحد. وفي سنة الفين تسعتاش التكميلي. حكا الاثبت ان المستقيمين غير متعامدين. بطلع ميل الاول. بطلع ميل الثاني. بضربهم بطلع اي عدد في الدنيا الا السالب واحد. واحد سبعة تسع عشرة. الا السالب واحد. فبكونوا غير متعامدين. متمسان. متمسان يا استاذنا. هيك بكونوا. هذا منحنة مثلا هيك. وفي عندي منحنتان هيك مسو ورد عكس هيك. هذا ايه. هذا جيه. وتمسى عندي الايه. متمسان بعطوني معلومتين. الصورة. تساوي الصورة. وايضا المشتقة. تساوي المشتقة. اذا كلمة متمسان حصريا. لبعدين جد اي و بي. هعطيك عليها سؤال. لما يقول لي جد اي و بي كم مجهول. مجهولة. يعني كم معادلة بدها. معادلتين. فمتمسان الصور متساويين. ومشتقات متساويين. بعمل معادلتين. هذا بطاول. اطلع لك يا. في عندي منحنة في الاكس. يقطع محور اكس. يعني بعوض لك واي سو صفر. يقطع محور واي. يعني بعوض لك اكس يسو صفر. ويا مجهولة السنة. رسيطة. خبيثة. واجعلها وزاري. اذا كان المستقيم يوازي محور اكس. هذا اسم افوقي. وميله يساوي صفر. ومعادلته. اللي هي واي تساوي واي وان. ليه? لانه حتكون هي واي ناقص واي وان. الميل صفر اكس ناقص اكس وان. هذا كله حيروح وانقل اه بصير. فاخوانا اللي بوازي اكس. معادلته واي يساوي واي وان. واللي بوازي واي. حيكون ميله غير معرف. اما معادلته. بالعكس. يوازي واي. اكس تساوي اكس واي. اخواني الله رضي عليك. هيا جاب عليها مرة سؤال. حامحي هون. بس طلع علي. مرة جاب لي هيك وزاري. تكتبوا عندك. معلش بدي هاي يعني تكون حلقة. بالنسبة اليك صراحة مقدسة. بقول لي. اذا. كان للمماس او للمنحنة. اذا كان للمنحنة. مماس. افقي. عنده. خمسة. سبعة. فان معادلة. المماس طالف الله شبه في الخيارات. ايه شو بدك تغلب حاضرين. اكس تساوي خمسة. سي. واي يساوي خمسة. دي. واي يساوي سبعة. اولا. افقي. افقي. معناها. افقي. معناها. يوازي اكس. يوازي اكس. معناها معادلة. واي تساوي واي وان واي وان. خمسة. اذا الجواب واي تساوي سبعة. دي. اصلات. افقي. يوازي محور اكس. معادلة. واي يساوي. افقي. افقي. يوازي اكس. معناته معادلته. واي تساو واي وان. وانا عندي مين واي واي واي. هاي واي واي. اللي هي السبعة اذا واي تساو ساو. رهيب. انجلو. عشان بدي امحيه هذا مرة تانية. طيب. اذا كان لدينا معطى. هاي كمان حلوة. هاي عمل لك عليها سؤال سؤالين كمان. ويطايل لك من الوزارة سؤالين. اذا كان لدينا معادلة المماس. شو قصدك? زمان انا كنت اطلب منك معادلة المماس. الان رحقول لك طالب. فضل معادلة المماس. اذا كان لدينا معادلة المماس واشتقينا. هيطلع معنا مين المماس. اذا كان معنا معادلة العمودي واشتقينا. هيطلع معنا معادلة العمودي. وستفهمنا اكتر لعيونك. لنفرض اف ال اكس. تساوي اكس تربية. وبيدي اكس يساوي اثنين. اعطيني معادلة المماس. اكس وان. تساوي اثنين. واي وان. اربعة. الميل اشتقي اثنين اكس. اربعة. شو معادلة المماس? واي ناقص اربعة. تساوي اربعة. اكس ناقص اثنين. طيب اذا طلعت هاي المعادلة. خليلي واي موضع قانون. واي. تساوي. اللي هي اربعة اكس. ناقص ثمانية. ودي الاربعة على الجهة الثانية. اذا واي. تساوي. اربعة اكس. ناقص اربعة. اشتقل اياها. اربعة. مين هذه الاربعة? لهم المماس. فهمت علي? اذا اعطيتك انا معادلة المماس. اشتقيتها. بطلع مين المماس. طيب لو كملت. و قلت لك بدي معادلة العامودي. واي. ناقص. وين المماس? سي. واي ناقص اربعة. العامودي سالب واحد على اربعة. اكس ناقص اثنين. دخلها بالله. واي تساوي سالب ربع الاكس. دخلها. زائد نص زائد اربعة. اشتقل ليها بالله. واي برايم. تساوي سالب ربع. اللي هي مين المين? مين العامودي. فاذا اعطيتك معادلة المماس. مستقل من المماس. واذا اعطيتك معادلة العامودي مستقل من العامودي. بس شو بدنا في هذا? طلع. طلع ما احلى هالكلام اللي بقدر يعملوا معي بالوزارة. زي ما حكيت لك في عليها السؤال. لكن طلع بالله اثنان بقول لي اذا علمت ان معادلة مماس. اف. عنده. لاتنين. خمسة. هي عبارة عن اثنين اكس. زائد واي. اربعة زائد خمسة ناقص واحد. سو سفر. وكان جي اكس. تساوي اكس تربية. افل اكس. جد. جي. برايم. اثنين. سهلة. طلع بالله عليك. هاي معادلة مين? هاي معادلة مماس. او بلا شاي اكس تربية لانها للدرس التاني. خلينا ناجل اكس تربية. متاز. زائد اي اكس. طيب. اشتقل المماس. اشتقل. خلي واي موضع قانوني. واي. يساوي انجل واحد. انجل ناقص اثنين اكس. اشتقل لي ايها. واي برايم تساوي سالب اثنين. هذا مين? هذا مين المماس. ومين المماس مين هو؟ اللي هو المشتقة. عنده مين? عنده الاثنين. اذا مشتقة كم سالب اثنين? جي برايم لثنين. حلو. وهاي عوض لي اثنين. باعرفش كم بدأ اللي حسب. اللي بتيقى منك. اذا اعطيتك معادلة المماس مشتقته هو مين المماس. واحنا بنعرف طول عمرنا مين المماس هو المشتقة. بس مين العامودي هو سالب واحد على المشتقة. فهمتو? كتير مهمة. بورقة العامل حركز لك عليها كتير. اذا دايما معادلة المماس بغطيني مين المماس اللي هي نفس الاف برايم. بس العامودي بغطيني سالب واحد على اثبرايم. ما تنسها لو سمي. طيب. كمان سابعا مساحة المثلة. الفقرة قبل النهائية. بعد ذلك ورح للحركة التوافقية. بكون اخذنا ساعة كاملة. عشان احتل لك الدرس القليل. انا عشان احسب مساحة المثلة احتاج الى ثلاثة مستقيمات. دور في السؤال على ثلاثة مستقيمات. يا بقول لي. محور اكس واي وممس. يا محور اكس واي وعمودي. يا يا مruction وعمودي ومحور. طلع. اذا قل لي محور اكس معناته واي تساوي صفر. اذا قل لي محور واي هاي معناها اكس تساوي صفر. اذا قل لي ممس نجد معادلة الممس. و اذا قل لي عامودي. نجد معادلة العمودي. حسب وإذا قال لي مستقيمين ال-x يساوي A هيك جاي دائما هذا x يساوي A وال-y يساوي B وفقي هذا y يساوي B دور في السؤال على ثلاثة مستقيمات ولازم يعطيك ثلاثة مستقيمات مماص عمودي محور x محور x محور y ومماص محور x محور y وعامودي لازم يعطيني ثلاثة مستقيمات خيب ثم نجد الثلاثة رؤوس مش انت رسم ثلاثة مستقيمات مستقيم اثنين ثلاثة بدي ثلاثة رؤوس واحد اثنين ثلاث غالبا هو بعطيك واحد لازم يعطيك واحد طلع علما أحد أن أحد الرؤوس سيكون معلوم إذا قال لي المماص والعامودي إذا قال لي هذه منحنة قال لي المماص وقال لي العامودي ستكون نقطة التماس نقطة التماس ستكون أول رأس. إذا قل لي مماسه عمودي أول رأس هو نقطة التماس. هل تعرف هذا الحكي لأنه حكينا بالحصص. كمان. إذا حكا للمحورين. هاي محور اكس. وهي محور واي. ستكون أول نقطة الصفر صفر. وسأيت بقول لي مماس. إذا قل لي مستقيمين. هاي اكس تساوي اي. ما ترسم محور اكس واي. وهي واي بساوي بي. سعيت هاي النقطة هي عبارة عن اي و بي. حسب. إذا قل لي اكس واي صفر صفر. إذا قل لي اي بي اي بي. ثم بعد ما عرفت الرؤوس. بقيت الرؤوس بطلعها من التقاطعات. باجي للمماس. بطلع هذا التقاطع. وهذا التقاطع. وبحسب المساحة نص القاعدة. بالارتفاع. أخذناها. حلينا كتير. وراح اعطيك اسئلة جديدة شوية. مرة هو يعطيني مساحة المثالة. وانا طلع مجهول ايه. مرة حيطلب مني. مساحة رباعي. اجا مرة بالالفين وطمانتاش. مثلتين. سهلين. هنحكي عنهم بس احتياطا. طيب. نص القاعدة بالارتفاع. فانا لما يكون عندي هيك القاعدة. وهيك المثالة. هاخذ القاعدة دلتا اكس. والارتفاع دلتا. وي. واذا كان المثالة مع الوايات. هيك جاي. هتكون القاعدة دلتا واي والارتفاع دلتا اكس. المهم انت رح تضروف دلتا اكس بدلتا واي في النص. حيطلع معك مساحة المثالة. بس. اخر شيء اخواننا. فضل الله علي وعليك هيك سردناهم بشكل لطيف جدا جدا جدا. وما خليت لك لا شارده ولا ورده. الحركة التوافقية. اتفقنا انه هذا موضوع انشاء. انا عندي حركة توافقية. في عندي زنبرك. معلق في كتلة. وبلشنا نشده الى الاسفل. فبلشت حركته الى الاسفل. ظلتها شده لموصل. ودائما التعبير عن الحركة هيكون معايا. الاس تساوي اما ساين اوميجا تي. طبعا هنا ا او اس تساوي كوساين اوميجا تي. طبعا احنا منظلنا نشده الى الاخر. لكن احنا استنتجنا عدة علاقات. اولا هذا اسمه موقع الاتزان. ويكون عنده موقع الاتزان دائما الاس تساوي صفر. صح صح. وظلت نشده الى الاسفل. هون بصير الاس موجبة والبي موجبة. صح صح. هون اتفقنا انا وياك رح نوصل لهون. هون ستكون دائما اس ماكسيمم. الماكس. اكثر ماكس. عن طريق الخصائص رح ندرس انا وياك خصائص الساين والكوساين. هتكون واحد. وسالب واحد. وبنضرب بالمعامل ايه. فبصير سالب ايه. اقل ساوي ايه. ساين تيه. اقل ساوي ايه. اذا هتكون هاي عبارة عن ايه. وهنا هتكون كمان اس ماكس. بس هتكون سالب ايه. اش معنى؟ انا احنا متبقين دائما اللي بمشي معاها هاي الموجب. هاي العكس. يعني انا مثلا على سطح بناية. قدافة الجسم الى الاعلى. اذا هون انا عم بطلع موجب. يعني هاي متر مع الارض موجب. جمع. اما لما انزل عن سطح الاسناد بصير سالب. انا هون مع الاسناد هيك موجب. وهي عكسة سالب. طيب بالنسبة للسرعة. السرعة. اتفقنا هون. هتكون بي. طبعا هذا كله عن طريق الامتلة حورجيكية. بس اذكرك شو مخطط مكان. هون كانت البي صفر. وهون البي صفر. واشي طبيعي. لما اشده. وبعدين اسيبه. بصير ضل طالع نازل. بس يستضم هون صفر. وهذا نفس الشي صفر. هون حتكون البي ماكس. اكبر سرعة هون. وهو نازل بطيب الطيارة. قمة الطيران تبعته هون. عند موقع الاسناد. حتدفلك اياه. لما حكينا فيه بحسبه. قيمة. وموقع. قيمته هتطلع اي. وموقعه دائما هتطلع عنده السفر. والاي. التسارع. التسارع. باخد نفس صفات الاس. هون حتكون الاي ماكس. بس اللهم متعاكس معه. هذا سالم. وهون الاي. هتكون التسارع ماكس. هيكون بس هون موجب. وهون اي. هيكون صفر. وعلقنا عليها. يكون قوة تشد الزنبرك. وقوة الجاذبية الارضية متساوين ومتعاكستين. اذا هون بتكون صفر. هذا اتكلمنا عليه. هذا مخططه. وان شاء الله تعالى رح ننتقل الى حل امثلته. رائع جدا جدا اخوانا. انا بعرف ان الحصة اخدت ساعة وشوية. معلش. لكن بديك تحضرها بتماعهم. وتمسك تبندها كاملة على ورق. تفضيها بايدك. معلش. وبعد ذلك اعطيني يوم حنزلك ورق في العمل. اعطيك مجال. تقريبا هم من خمسة واربعين. سؤال اعتقل خمسة واربعين الى اربعين الى خمسة واربعين. وخليك تحلها. اذا اتخنت من ثمانين الى مية بالمية انت ممتاز. يعني الا يطلع اخطاء سالب ما سالب. وان شاء الله تعالى حعملك فيديو حل. وان شاء الله تعالى هيك بكون. اتقن الوحدة الاولى. بعدها صار الي مجال اعمل امتحان. وانا حر. هلأ حيكون امتحان ما يعني امتحان امتحان ورقي. وان شاء الله تعالى حيتنوع. ما بين سهل ومتوسط. وما بين قدرات عليا. وفالكم يا ربي العالمات العالي يا رب. احبكم. ما احب الرب. السلام عليكم.